طيب يعني أنا أحس أخش كده على طول في الموضوع شايف دهارده الماتش عامل إزاي إحنا بنادت كلاسيكو بالنسبة لنا أهلي وزمالك وإحنا لازم نهارده فيه فريق هيكسب خلص الموضوع هو ماتش صعب طبعا بس في النهاية يمكن شوية الماتشاط الكمة ما فيش حسابات بيكون دايما فيها إسارة فيها خاصة من ده ماتش كاس يعني التعادل ما فيش تعادل فيه فريق لازم يفوز في النهاية يمكن بل كان بشوف شوية أن الاستقرار الفني اللي عملوا فريرة في الزمالك الفترة اللي فاتت مطمئن شوية الجمهير الزمالك أكتر من الأهلي يمكن الأهلي شوية مع خروج مسماني الخسارة من سموها التعادل مع الجونا الفريق فاز على فيوتشار فبدأ يحس أنه هو خلاص يرجع لكن خسر خسارة أمام برامز الفريق تقريبا مش بس خسارة الفريق تقريبا ما رحش يمطش برامز تماما فده عاد شوية لشك جوه جمهير الأهلي جوه اللاعبين نفسهم فيه سواء في اللاعبين أو في المدير الفني فشوية أظن أن ظروف الزمالك أفضل من الأهلي كتير جدا من الأهلي الفترة الحالية يمكن ده يمكن حتى الزمالك المباراة الأخيرة في المحلة قدر الفوز 2-0 في انسجام بين العيبة حتى دخول لعيبة الشباب الكتير على تشكيلة الزمالك مدرش الزمالك بالعكس أضاف لفريق الزمالك كتير جدا فشوية الاستقرار الموجود في نادي الزمالك ده يعني مطمئن للجمهير أكتر طبعا من الوضع في الأهلي الوضع في الأهلي مش أفضل حاجة خلال الفترة الحالية